سؤال آخر من حبيب لنا في المسجد هنا يقول لقد بعت سيارة لصديقي واستلمت المال نقدا ثم كلمته ليستلم المال لكنه قال إنه مسافر فأبقيت المال معي حتى يأتي ليأخذه فبعد خمسة أيام جاء سارقون وكسروا باب منزلي وسرقوا كثيرا من الأشياء من بينها مال صديقي فهل يلزمني سداد هذا المال الجواب عن هذا يا رعاك الله إن كان الأمر كما تقول والدقة في نقل الوقائع مسؤولية المستفتي فإن يذه على المال يد أمانة والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي التفريط يعي ترك فعلا كان ينبغي له أن يفعله التعدي فعل فعلا كان ينبغي له أن لا يفعله فإذا ضاع المال بسبب سماوي قدري بحت لا يد له فيه ولم ينسب إليه في ذلك تقصير ولا تعدي فإن مصيبة ضياع المال تقع على ربه أخلف الله عليه والذي أقترحه عليكما أن تتقاسم آثار هذه الكارثة صلحا والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والله تعالى أعلى وأعلم